بينما لا تزال هذه الذخائر محظورة في أكثر من مئة دولة بسبب تأثيرها الكارثي تسلمت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة لكنها تعهدت باستخدامها فقط لتفريق تجمعات الجنود الروس الناتق الرسمي باسم منطقة تيفريا العسكرية جنوب أوكرانيا فالري شيرشن علق على وصول هذه الذخائر وأكد ما أعلنه قائده بأنها وصلت بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة نيتها إرسالها كجزء من حزمة المساعدات الأمنية التي تبلغ قيمتها ثمانمائة مليون دولار وتزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أيضا وصول الذخائر استنكرت روسيا هذه الخطوة وحذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو من أنه إذا قامت أوكرانيا باستخدام هذه الذخائر فقد تضطر موسكو لنشر أسلحة مماثلة مسؤولون أوكرانيون يقولون إن نشر الذخائر العنقودية له ما يبرزه في ضوء زرع روسيا ألغاما في مساحات شاسعة من الأراضي التي استولت عليها وعادة ما تطلق تلك القنابل أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل أشخاصا بشكل عشوائي على مساحة واسعة وتلك التي لا تنفجر تشكل خطرا لعقود بعد انتهاء الأزمة ولم توقع موسكو أو كييف وواشنطن على اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحضر إنتاجها وتخزينها واستخدامها ونقلها وتبادل الطرفان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية منذ بداية العملية العسكرية الروسية مخاوف عدة تثيرها استخدام الذخائر العنقودية بشأن تأثيرها على المدنيين والتجمعات السكانية فيما تعالت الأصوات الدولية وتدخلت الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع والحد من استخدام الأسلحة المحظورة التي قد تزيد تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة